رغم المحاولات المستميتة التي بذلها إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بدغوط من الأندية الأوروبية لعدم إقامة كأس الأمم الإفريقية في التوقيت الحالي انتصرت إرادة الكاميرون وانطلقت النسخة رقم 33 من البطولة مساء اليوم على الملعب الأولمبي بالعاصمة يواندي وواجهت الكاميرون العديد من العقبات التي كادت تؤدي إلى إلغاء البطولة في البداية تسبب وباء كورونا في تأجيل البطولة من عام 2021 إلى مطلع 2022 قبل أن يتم تغيير الموعد إلى شهرين يناير وفبراير بدلاً من يونيو ويوليو بسبب الظروف المناخية خلال فصل الصيف في القارة السمراء علاوة على مطالبات الأندية الأوروبية بتأجيل البطولة في أكثر من مناسبة لكن إصرار النجم الكاميروني سامويل أتو رئيس اتحاد بلاده لكرة القدم حال دون التأجيل لتقام البطولة في موعدها وانطلق حفل افتتاح البطولة وسط حضور ضخم يتقدمه رئيس الكاميرون وكل من موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وإنفنتينو رئيس الفيفا أقيمت المباراة الافتتاحية بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو وشهدت فوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف وقص البوركينابي جوستافو سانجاري شريط أهداف البطولة بعدما سجل هدف بلاده الأول في الشباك الكاميرونية قبل أن يتمكن مهاجم النصر السعودي فانسنت أبو بكر من تسجيل هدفين متتاليين من ركلتي جزاء ليحصد بيهما أول ثلاث نقاط لمنتخب بلاده في البطولة في هذه الفقرة نستقبل ضفنة الكبير دائما الكابتن الكبير كابتن حمزة الجمل يا كابتن حمزة صباح الخير على حضرتك مشرف ومنور كالعاية الله يخليك وصباح الخير على المشاهدين وأنا جاي في حلقة صعبة شوية صراحة حلقة صعبة ليه؟ يعني الدنيا جميلة لا على أساس أن فيه يعني فيه وفاة النهاردة طبعا الفقيد سزويل إبراشي وكده وهو فقد عالمنا وراح لمكان آخر ونسألها يعني للمغفرة والرحمة إن شاء الله يا رب ولأسرته الصبر إن شاء الله ولأسرة الإعلام الرياضي أعلامي عظيم يا كابتن حمزة أعلامي عظيم وكان محترم ومهزب وفعلا كنا متعلم منه يعني فيعني هي صعبتها في كأن أنا جاي في وقت يعني شايف إن التلفزيون كله في حلة من الحزن يعني يعني بأول ما شفتك كمان بتلي يعني إنت عارف كابتن حمزة سبحان الله أنا من ثلاثة أربعة أيام سألت زميل هنا نعم قلت له فين أستاذ وائل نفسنا تشوفه بقى أو نفسنا تشوفه تاني من أور فقال لي الحمد لله حالته بتتحسن هو ليسه الآن بس شوية إنه ينزل دلوقتي يعني مش عايز ينزل شغري دلوقتي بستني لما يبقى كويس تماما فاتطمنت وفرحت إنه خلاص الحلة بقت أحسن يعني بس هو قضاء ربنا قضاء ربنا الحمد لله الحمد لله طيب قبل ما أخش على كاس الهوم الأفريقية وافتح كاس الهوم الأفريقية ومصر هتلاعب بين المنتخب النجير واخش التفاصيل دي كلها عايز بس أخد رأيك فيما انتهيت به في المقدمة النهاردة وهو موضوع محمود عمنام كهراء فترة مع النادي الأهلي شفتها أنا في رأيي إنها ميقيتش أعظم فترة بالنسبة الكهرباء كثير من جميع النادي الأهلي شايفينها فترة جيدة وكثير من جميع الأهلي أيضا شايفين إنه لأ الفترة ما كانتش جيدة رأيي حضرك إيه؟ أنا رأيي في كهرباء إنه ألعب سوبر من السابق هو في أمبي وكنت أتوقع ليه إنه حيكون يعني نجم وأصبح نجم الفترات ولكن النجمية لابد أن تستمر صحيح ده مهم جدا للنجم صحيح وأنا يعني حدث شيء بالصدفة يعني مش بالصدفة أنا بالصدفة إنه أنا بقوله مش محضره إنه أنا جاتلي دعوة من رئيس الشرفي تحاد جدة منصور البلوي وكان بنتكلم في شوقت أمور كده فمن ضمنه إنه هو كان طلب مني يعني أرشح لاعب مهم فكان اللي طالع في الفترة دي كهرباء كمعنادي الزمالك مهم أو كان في أمبي على ما أسجل ده ده من فترة طويلة فترة طويلة قبل ما أروح إتحاد جدة مهم وكان في بداية ظهور محمد صلاح مهم لأن شفت أنا يعني محمد صلاح اشتغلت في المقولين واشتغل معي فترة في بعض المبريات مع أني معاني فتح وكده فقلت له والله في اسم ولد صغير طالع بس هي بقى سوبر مهم 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 بيتميز بالسرعة وبالمهارة وده في الدور السعودة حيفيدك صحيح فبعد سنة أو سنة ونص أو كده كهرباء كان في التحاد جدة وقد على أعلى مستوى من ناحية الفنية والناحية البدنية والناحية الزهنية لما كهرباء انتقل زمالك انتقل أهلي محافظ على النجومية اللي هو عملها صحيح وما كانش فيه استمرارية وتحقيق أهداف أخرى المفوض انا كلاعب بحقق هدف لازم يكون ليه أهداف أخرى عشان فيه استمرارية وأكبر كمان وأكبر صحيح والحلم ده يحتاج إلى عمل شق وتعب يوميا مهم الحلم ده يعني مش كلام الهدف يعني صح فكلا أبد ان كهرباء اللي حواليه هم اللي يساعدوه هم 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 تمهوا لاعب دولي ولاعب في زمالك والتحاد جدة ومحقق أرقام وا 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 كده صح هو ايه اللي عرفك ان هو فقد الثقة ثقة الثقة دي هي يعني معرفة لقدراتك انا باعرف قدراتي ايه واعتز بالانجازات بتاعتي يبقى انا عارف قدراتي ايه واعتز بالانجازات بتاعتي اللي انا حققتها هم دون غرور عشان اكمل في الفيلد او في المكان اللي اعايزه انما انا حمزة انا كهرباء انا كذا 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 بعتز فعلا بالان انا عملته والقدرات اللي عندي بس فيه سنة ايه سنة دي جات من ايه من المواقف اللي حصلت الكتيرة من مشاكل خارج الملعب وداخل الملعب وصباحا ومساءا دي تفقدك الثقة وحطته داخل ضغط هو اللي حطت بقتها عن نفسه ايه دي واحدة الحاجة التانية انا بقول الكلام ده ليه ياريت لما يسمعه او حد يسمعه يقوله له عشان يستفاد منه عشان لما يخط تجربة اخرى تجربة الاحتراف يؤدي فيها بشكل كويس يرجع الثقة نفسه بايه ان انا اعتز فعلا باللي انا عملته وكذا ثم مفيش غرور في بداية جديدة مفيش مشاكل الى اخيره صحيح طب هو فقط ايه تاني عشان برضه يبقى الكلام يوصله بشكل كويس فقد جزء مهم جدا لا يقل عن الناحة الفنية والناحة البدنية وهي اللياقة الزهنية اللياقة الزهنية داخل الملعب وده بيفقدها لعيبة كتير جدا جدا كهرباء فقد اللياقة الزهنية في داخل الملعب والتركيز وعمله اليوم كل يوم انه اشتغل على نفسه ففقد الثقة وفقد اللياقة الزهنية هيقصروا بلا شك على الناحة الفنية بتاعته وعلى الناحة البدنية في المقابل عبد الشافي تركيز مفيش مشاكل بيقدي من اعظم باكات الطرف الباكليفت في مصر على مدار التاريخ مفيش مشكلة مش مراكز في الناحة المادية مش مراكز ان هو عام المشكلة انا مش مغرور انا مش مسمعناش ان هو عام مغرور بقى انا بقول حالك اللي انت قلته اه طبعا العكس بقى محسش ان انا انا محمد عبد الشافي بقى فمكمل وليه قاعدة جماهيرية فانت انت متردد وجمهور متردد يعني انت بتقولي خمسين خمسين لكهرباء لكهرباء ايه اللي حصل فاحنا بطريقة ما استكمالا لكلامك المحترم اللي انت قلته شكرا واستكمالا للجمهور اللي هو يعني هو ايه ما كهرباء كويسه احنا مش عارفين صح فاحنا عايزين نقول ان الكهرباء اللعب كويس ونتمنى ان هو يرجع للملعب بس يرجع بالياقة الزهنية بالياقة الزهنية دي على فكرة جزء اساسي في كرة القدم والعالم كله رحلية ده بيجي من خلال ايه مش مش كلام اركز ركز لا تب يجي من خلال تدريب بيجي من خلال النوم بيجي من خلال اكل معين بيجي من خلال انك تعمل صورة ذهنية في العقل بتاعك صحيح اللي هي الاميجدالة وتنزل الوردر بقى وتعمل اهداف واذا يتحقق ده قصة كبيرة اتمنى ان فيه حد يشتغل معا على النقطة دي هايزيد كهرباء والكهرباء هتنور ان شاء الله ان شاء الله اعرف انا كنت بقول قبل ما حالك تدخل على طول انه حتى الناس اللي بتقايم كهرباء يعني فيه جميلة كثيرة من النادي الاهلي تقولك انه لا بس كهرباء قدم اه اداء جيد مع النادي الاهلي في الوقت اللي اشتغل فيه سجل اهداف عمل اسستات مش بس ده مش كهرباء لا ده ممكن تقيس على لعب صاعد لا يعمل المستوى ده انت بتبقى تطالب من كهرباء امكانيات الجناح الايصر الافضل في الدول المصر طبعا لا لا لازم يكون هو ليه تقييم تقييم فن خالص جناح ايصر يعني مطالب انه يكون السرعة بتاعته عالي جدا التركيز عالي جدا نسبة الاهداف عالية صناعة الاهداف عالية انه هو بيعمل دعم دفاعي ودعم هجوم باستمرار انه هو لحظات التنقل ما بين الدفاع والهجوم والهجوم للدفاع دي لحظات مهمة ما كناش بنشوف يا كهرباء صحيح في سبات مستوى على فترات طويلة دور مسيماني ايه بقى كان مع كهرباء الفاتر الفاتر؟ عشان برضه بعض الناس انتقدت مسيماني انه هو اللي عاند مع كهرباء هو اللي مشى كهرباء هو اللي بين كوسيني يعني ظلم كهرباء لا هو ما اقنعش مسيماني عشان هو فقد الاشياء اللي قلتها انما كهرباء لو ركز هيقنع مسيماني ويقنع كيروش ويقنع اي حد صحيح ولعب امكانيات كبيرة لا لا امكانيات ام بس استكملا القدرات دي اللي ربنا بالدهالي انا باخد قدرات عندي هي عنده الامكانيات ايه بقى الفرق بين القدرات والامكانيات هي القدرات اللي ربنا الدهالي كموهبة انت ما شاء الله موهوب اعلامي انا مش موهوب زيك مقدرش دي قدرات ربنا الدهالك انا موهوب مثلا في شيء معاين في التدريب في مهارة كرة القدم الامكانيات ايه بقى الامكانيات هي تطوير للقدرات اللي ربنا الدهالي صحيح نعم طيب نروح لمنتخبنا الوطني بس قبل ما نروح لمنتخبنا الوطني افتتح كاس الوامر الأفريقية النهاردة الكاملون تفتتح كاس الوامر الأفريقية تنطلق البطولة وحركة كنتم متابع للتحديات تحديات من الاتحاد الأوروبي والعندية الأوروبية تحديات من الفيفا النهاردة البطولة تقام خوف من الكورونا مع كل التحديات دي قدرت الكاملون النهاردة وقدرت كار الأفريقية وقدرت كاف إنه ينظم البطولة وتنطلق النسخة هذا اليوم بمشاركة منتخبنا الأوضاني الدور اللي قام بيه صامو الإيت رئيس الاتحاد الكاميروني في أوروبا كان دور رائع والدور اللي قام بيه رئيس الكاف حالياً لو كان رئيس نادي سانداونز كان ليه دور كبير جداً جداً في إقامة البطولة في موعدها لأن لو لو تقم البطولة كانت الكاميرون هتنسحب منها البطولة وكده فكان ليه دور كبير جداً أكيد صامو الإيتو بإعلاقاته الخارجية ورئيس الكاف طبعاً كان رئيس نادي سانداونز فكان ليه دور كبير جداً في إقامة وكان هو كان فيه مشكلة يعني المشاكل اللي كانت حصلة مش هادة تتصرق لها مشاكل أمنية أو الأخير في مدية لينبي ولكن هي تحلت يعني كدولة طبعاً والمشكلة التانية مشكلة إنه ما كانش فيه معامل إنها تقدر تحصر البي سي آر أو التحليل لكورونا فيعني التحليل جاتوا استدعوا تحليل خاصة والأمور بإعلاقات خارجية مع الفيفا مع التحاد الأوروبي مع كذا 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 الأمور لأن بطولة أفريقيا دي حاجة مستهلة يعني طبعاً حاجة مستهلة يعني حاجة بقت قوية جداً والعالم بقى يروح لها وتواجد محمد صلاح تواجد ماني تواجد محرز تواجد اللاعبين الكبار اللي في أرسن ونني واه واه طبعاً لا تلعبين بقوا منتشرين في أوروبا وبقوا مميزين وبقوا من أحسن لعبة العالم يعني دي النقطة مهمة يا كابتن حمزة قبل برمان نروح للمنتقى مصر لأنه فترات طويلة جداً كنت تلاقي مثلاً لاعب أو اثنين في القرى الأفريقية من كالسفين الدنيا في أوروبا يعني مثلاً تلاقي دروكبا أو إيتو نعم تلاقي كانوا مثلاً ساعة نيجيريا تلاقي أدبيور جورج وايا جورج وايا لاعب أو اثنين لكن دلوقتي تتكلم في القرى الأفريقية مليانة نجوم في الأندية الكبرى في أوروبا مليانة نعم فالموضوع فعلاً أنا برضو بحاول أخذ الجانب بتاع الأندية الأوروبية نعم أو مزاي زمان نعم أنت دلوقتي اللعيبة بتاعتك تأثر على دوريات أوروبية كبيرة نعم ما بقاش واقع متابعة ده حضرتك مش شايف نعم يعني أنا شايف أنها ظاهرة كويسة جداً وانا شفت تصريح مساعد يورجين كلوب بعد المباراة الأخيرة واضح أنه سعيد جداً قالك أن أعظم شيء أن اللعب يرتدي أميس بلاده صحيح زي ساد يوماني وزي محمد صلاح فهم سعاداء بكده والأندية الكبيرة في أوروبا يعني فرصة يعني أكيد هم محتاجين اللعبين المميزين زي محمد صلاح زي ساد يوماني الأخيرة ولكن ليفاربول مليء الأرسنال مريء مليء باللعبين تشيلسي برضو مليء باللعبين فأعتقد أن برضو الصدفة في أوروبا في الأندية يعني ما تفاجئوش أن صلاح وماني حيمشوا لا ما تفاجئوش بكده هم عندهم البديل ومجهزين لكده وبيعملوا البلان بتاعهم على مدار السنة أو السنتين على أساس أنه هيصل لمرحلة أن اللعبين دول فيه رزنامة أو الاتحاد الدولة عملها سواء بطولة أو ليه عدد مباريات معينة هيقديها مع منتخب بلاده فأكيد الحاجات دي محسومة ولها بلان كويس جدا جدا يعني إنما ما فيش شك حيبنا فيه تأثير ولكن مش التأثير اللي هو لأن دي أندية كبيرة وعريقة وعظيمة فيه تأثير سلب تاني على الأم منه وطبعا الجميع على الأم منه هو تأثير فيروس كورونا على كل المنتخبات حالك يومين بتسمع عن غيابات أو فيروس كورونا بيدرب عدد من اللاعبين في كل المنتخبات ده هيأثر على قوة والمنافسات على مدار البطولة حتى المباراة النهاية ولا شايف إن المنتخبات كلها عندها ما يكفي من اللاعبين إن هم يقدروا يكفحوا ويكتهدوا في البطولة حتى مع غياب كثير من النجوم هو طبعا يعني يعني ما فيش شك يعني زي مثلا منتخب مصر نتطرق لياه مثلا لما يخرج مدرب حراس فأخ الله حتى بيعمل مشكلة يا ولكن طرق سليمان طبعا مدرب كواس متميز إنها بيخرج أضو جهاز بيخرج لعب بيخش لعب أبو جبل يعني في بقى فيه قلق فيه قلق كبير جدا جدا يعني ولكن يعني دي دي حاجة شيء موجود غاز من عندنا خلاص كوديا الأمر آه ده لازم نتعامل معاه صحيح فلازم نتعامل معاه إزاي ده مهم جدا أيوة نتعامل معاه إزاي آه من المفترض من المفترض إن الموضوع الموضوع مش موضوع جائحة كورونا هو فيه كورونا وفيه مشكلة كبيرة طبعا طب أنا لازم إليها دفاعات عشان ما يعني الليه رادة إجراءات احترازية مش كده بقى وليه صحيح فكل لابد ولازم الأجهزة الطبية يكون على دراية ومستوى راقي جدا من العلم إنهم ما يواجهوا كورونا مش لما تيه كورونا قبل ما تيجي لازم أعمل دفاعات أعمل دفاعات إزاي إن أنا أزود المناعة بتاعتي وزود مناعة اللاعبين مش الإجراءات الاحترازية شيء جيد إن أنا ألبس المسك والتباعد لاجتماع شيء ممتاز راقي جمال عجبت حمزة إنه اللي حراج بتقوله ده كلام طبي محترم وكلام شيء محترم بس ده حتى أندية الدورة الإنجليزية اللي بتاخد كل الإبراءات الممكنة وعلاجات المناعة والفيتامينات وكل شيء لا أنا أعملها ده فيه مباراة اللي تتلغط في الدورة الإنجليزية أنا بقولك يعني أنا مش بقوله على منتخب مصر بقوله على كل المنتخبات اللي موجودة إن أنا أعمل دفاعاتي بحيث إن أنا أقل النسبة أو مثلاً بيبقى بيجينا مثلاً شيء معين جالي كورونا بعد ما تقعد معي أسبوع أو عشر تيام أو كده لا فيه دفاعات ممكن تقعد تمانية واربعين ساعة أو خلاص مفيش مشكلة إن أنا أزود الفيتامينية بتاعتي والمعادن بتاعتي وأنا مكويس وزود يعني مش عايز أخش في حاجات طبية دي مش بتاعتي ولكن أنا عند جزء منها زي مثلاً الفيتامين دال زي الفيتامين سي زي زين بس أنا عارف أن أحرك أجمد كمان في علم النفس مش قوي يعني لا أنا عارف أن أحرك دارس علم النفس يعني لا مش قوي ممناسبة علم النفس يعني تحليلك لك روش شخصية ومهنية خلال الفترة الماضية توقعاتك للشخصية دي تموحها وأهدافها خلال مباريات البطولة ده كم سؤال ده وهو كلهم يتحولوا على كيروش يعني أنا سألتك سئلة كتيرة أنت معك كيروش بقى اتكلم عنه لا هو كيروش مدرم وكتش وكيروش ليه تاريخ كبير جداً يعني ما حدش ينكر ذلك وهو مدرم كتش يعني ما فيش شك إنه هو إضافة يعني هو إضافة يعني ولكن كيروش لما جيه مصر وقاتع إلى مصر ما تعاقدش إن أنا ههد كذا ومعاه الاسطف كذا وحاسكن هنا ومعاه سيارة لا هو عمل كده في العقدة بتاعه ولكن قبل ما يدخل مصر أنا بعمل كده على فكرة أنا بعمل كده لما أروح مثلا سودان أروح عمان أروح أي دولة يمن كده ليبيا بدرس شخصية اللاعب الناحة الفنية الناحة البدنية الإعلام اللي موجود لازم أدرسه صحيح ولا إيه صحيح ما روحش أبدأ من الصفر صحيح فهو دارس الشخصية شخصية اللاعب المصري وشخصية الإعلام المصري ويتعامل معهم بدقة وبشيء ممنهج عشان يصل للهدف بتاعه صحيح ده ده شيء يعني يعني أنا مقتنق به ألف في المية ولما جيه أول ما متولى المسئولية هو شخصية يعني هي كريزمة شخصيته كريزمة يعني الكريزمة ده عنده ثقة تشعر بثقة فعلا تشعر برؤية تشعر أن فيه هدف عايز يوصل له تشعر الكريزمة دي تشعر فيها يا كريم أنه هو فيه تنقض في الكلام بتاعه يعني تشعر فيه تنقض بتاعه وبيسموها بقى يعني شخصية بقى بتكمل الشخصية الكريزمة دي سايكوباتيك سايكوباتيك يعني ساحر في الكلام بتاعه في تصريحه تلاقي فيه كلام كده بيخرج منه وبيخرج من حالة لحالة بدون أي مشكلة وعنده هدوء خالص ما فيش أي مشكلة هو نجم والنجم دايما بيحب الدراما يحب التصريح القوية فدي شخصية شخصية درامية شخصية على فكرة الكلام ده مش وحش ده ممتاز انك تبقى كوتش وفيك شخصية الكريزمة وشخصية النجم وشخصية عندك الثقة وعندك الرؤية وعندك دي شخصيات ممتازة يعني شخصية تميل للنجاح تميل انه عايزة تنجع صحيح فهو لما وصل عمل ايه عمل اشياء معين وفيه هدف هيوصل له ووصل له عمل نمرة واحد عمل اثارة ورغبة واهتمام ايه اللي حصل انه استبعد اخد قرار كده مفاجئ للإعلام المصري مفاجئ للعبين ومفاجئ للجمهور وكده باستبعاد قفشة واستبعاد مين شريف شريف فعمل نوع من الايه من الرغبة والالتفاف والاهتمام بالحدث فبدأ الاعلام يتساءل يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة فانتقل من المرحلة دي لمرحلة الارتباك وخلق لزة وصناعة كلام ان الاعلام عايز بقى فيه لزة ومتعة انه عايز يقرف ايه اللي حصل اطلع يا واقل يا جمعة اقول لنا الموضوع لازم يطلع في تصريح صحفي لازم يقول لازم وبدأ يعمق هذا الامر بدأ يعمق تعمق التأثير في الاعلام الرياضي وعلى اللاعب المصري وبعد كده وصل الهدف بتاعه وصل ايه بقى استبع الده استبع الده انا رايح بطولة العرب انا معاي 13-14 مصر اللاعب هم اللي هينعبوا على الفكرة المحترفين كذا كذا انا باخد ده وبحط ده وبعمل ده مش حسم على حد فدي هي ديا شخصية كيروش اللي عايز يتعامل معها ممكن يتعامل معها من هذا المنطلق فيه شخصيته الفنية طبعا هنرجع بقى لشخصيته الفنية ونتكلم عنها كتير فيما يخص منتخبنا ومشواره ان شاء الله في كأس الأمر الأفرقية ولكن نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الكابتن الكبير كابتن حمزة الجمل خليكم معا موسيقى موسيقى أهلا بحراركم مرة أخرى لسه في شرفني ومن ورن الكابتن الكبير كابتن حمزة الجمل يا كابتن حمزة فنيا بقى كيروش متوقع منه ايه في مباراة مصر القادمة في كأس الأمر أو في كأس الأمر كيروش يعني يعني السيستم بتاعه أو اسلوب لعبه ألعب ب4 3 3 وتالما أنا بألعب ب4 3 3 يعني دي خطة هجومية دي خطة هجومية وأنا يعني قبل ما هتطرق لنقطة الناحية الفنية يعني أنا عايز أ اقول بشكر يعني وزير الشاب والرياضة بعد تصريح كيروش والمسؤولين في اتحاد الكورة معرفش كان ساس جمال علام كان لسه نتيجة الانتخابات او كده لما صرح قال احنا مش مطلوب مني ان انا انافس واخد كاس الامم وده تصريح لا يلق باسم مصر ابدا شوال صراحة كابتا الحمزة وما قالوش نصان كده وقال انه اتفائي كان مع اتحاد الكورة او هدف اتحاد الكورة معي كان الوصول لكاس العالم بس هو ما قالش ان هو مش رايح يعني ما قالش نصا ان هو مش رايح ينفس على كاس الامم وده لا ما هو معناه ان هدفي ان انا اوصل لكاس العالم معناه ان انا مش هاخد كاس الامم تمام ده ده تفسر بكده يعني يعني اقصو دي انوار اللي ما بينه السطور طبعا طبعا بس هو اكيد هاي بعايز فطبعا مصر دولة مش لأ لا دولة كبيرة طبعا وبالارقام احنا الاكبر وباللاعبين عندنا احسن لاعب واحسن لاعبين في يعني احسن لاعب في العالم طبعا وحسن لاعبين وعندنا من احسن لاعبين سواء المحليين او نني او غيره او كده يعني فلازم يعني الخلفية التاريخية ديا تديني ثقة لللاعبين وتديني ثقة للجهاز وتدي ضغط نفسي على المنتخبات اللي هلعبها اصلا ده شيء مهم جدا في كورة القدم الضغط النفسي صحيح اضغط عليهم باسمي بتشيرتي بتاعي باسامي اللي عندي واكسب بروح بس ده لازم يكون جوه اللعب ان انا اكون عند السقة اللي انا كنت بقولها من شوية على كهربا ان انا بقى اعارف قدراتي عالية والنتائج بتاعتها عالية فلازم وما تغرج بقى انزل قبز الجهد وتماسك وسقة داخل الملعب حكسب صحيح دي النمر واحد في اخر اربع بطولات احنا اخدناهم والخمسة خرجنا من الكاميرون واحد صفر مش كده اتنين واحد كانت السيستم ايه كنا احنا بندافع كويس كان منتخب مصر مع كابتن جهري 98 بيدفع كويس جدا وكان خاد البطولة مع كابتن حسن 6 و 18 بندفع كويس جدا وكان بلعب بتاعتها 5 اتنين ويأمن ويشتغل بالتلت الهجومي بزدان بابوتريكا بمتحب بكل شوء باسمه عمر زاكي بميدو كده فكان السيستم ده سيستم رائع سيستم مهم جدا 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 وده اللي خلنا وميستر كوبر كان هو بيدفع وكان ينتقد ان هو بيدفع ولكن وصل للفاينال فده انا عايز اقول ان اربعة ثلاثة ثلاثة طالما حلعب باربعة ثلاثة ثلاثة يبقى دي طريقة هجومية طريقة ايه؟ هجومية هجومية واي طريقة بتعتمد على خلق المساحة واستغلال المساحة وغلق المساحة اي طريقة واسلوب داخل الملعب لازم اخلق مساحة واستغل المساحة واغلق مساحة شايف من التشكيل المناسب فانا لما لعب انا بس هوضح حاجة وسيطة عشان هي دي يبقى احنا بنتكلم في سيستم لازم حد ينبيه له النقطة دي وبعدين في افريقيا لو قفلت كويس هتهاجم كويس ليه؟ في قاعدة في كورة القدم بتقول اللي بيدافع كمنظومة بيحقق بطولات واللي بيهاجم بمنظومة بيكسب مباريات يعني لما دافع كويس هاجيب بطولة ايطاليا مثلا النسخة الاخيرة او كده او قبل الاخيرة ايطاليا في اليورو فرنسا في كاس العالم ايوه امتقدوا دي شامب لما كان بيدافع طبعا تشيلسي في دورة يا بطالق فلازم نحط لقاعدة لسترخد دوري بالدفاع نعم مش عيب طبعا يبقى اذا الدفاع الدفاع كمنظومة صح يؤطي ويمنحنا بطولة والنحية الهجومية برضو كمنظومة تمنحنا كسب مباريات فانت لو كسبت مباريات هتكسب البطولة لانت بتدافع كويس والتاريخ بيقول كده اخر اربع بطولات صحيح والخمسة بهدف في الديئة الاخيرة يبقى اذا اربعة تاتة ثلاثة هي نحية هجومية التشكيل المناسب لها اول مباراة هو طبعا مش هيخرج قال له يعني محمد الشناوي وينش حجازي اكرم فتوح ههو بلعب بطريقة المثلث المقلوب هيبقى قعدته حمد فتحي وهيبقى ان اني موجود والمشكلة لو السلاء موجود مش موجود السلاء مش موجود واحد من الثلاثة لاما عبدالله السعيد لاما يجيب زيزو ويحطه التالت لاما ممكن امر مرموش وده صعب شوية انه هو يحطه في المكان ده او مهند نشي ممكن ترزيجيه عرفك ممكن بس هو مش هيتصح بترزيجيه مرة واحدة في اول مباراة التلاثة اللي قدام انا يعني لو عبدالله السعيد بدأ حيبقى شيء رائع بس انا حقول لك على مشكلة وحتيبقى مشكلة كبيرة لان انت بتلاعب نيجيريا فريق قوي في التلت الهجومي يعني عنده كالو عنده اجالو عنده ايوبي عنده احمد موسى الاربعة دول مشكلة كبيرة اجالو ده هدف من 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 الطراز الاول بيجيب من نص فرصة من ربع فرصة ومش مهاجم صريح تراث حربة ومهاجم صريح وعشان نتكلم في المهاجم الصريح وراث حربة ده قصة كبيرة يعني محطة يعني قوي يعني يعني يجي لعب برجلين يمين الشمان ايه المشكلة هتواجهنا المشكلة ان انا هنعب بتلاتة قدام والتلاتة في وسط المرعب انه هيبقى في حمد فعتحك ارتكاز اه اوكي هيبقى قدامه اتنين محاور الاتنين محاور دول هنقول لنين يومين عبدالله السعيد بسا عبدالله السعيد هيبقى قريب من التلاتة اللي في الهجوم اللي في الهجوم محمد صلاح مصطفى محمد زيزو عمر مرموش ايان كا تيريزي جي هيبقى قريب من التلاتة مش هيطلع برة فالمثلث هيبقى مقلوب لو وحيبقى جانب حمد فاتحي شوية انني طيب ايه المشكلة لو لو ما فيه الزكاء يعني دلوقتي العالم كله بيتكلم على ايه الظهير الازهرة الظهير الوهمي المهاجم القوي الاجناحة ده زمنهم اه زمنهم ولكن هذا الزمن انا بقول عليه هو زمن الارتكاز لان الارتكاز ده هو الخط الدفاع الاول من قدام مثلا للتلاتة الهجومي ولكن الارتكاز مهم جدا صحيح لو الارتكاز بعد عنه النني وبعد عنه عبدالله السعيد هاتبقى فيه منطقة تجويف المنطقة دي بيسمى في كورة القدم الهاف سبيس الهاف سبيس دي هاتبقى منطقة التجويف دي فاضية وحتلقى كبيرة على حمد فتحي فهيضطر ليتحرك فيها بقى مين المجموع ايوبي ووكاله واحمد موسى ويخش جوه ويشتغلوا من خلف عبدالله السعيد او النني فهتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا من فنية ربنا ويستر فانا باتكلم ايه ان احنا لازم كجهاز لازم يعرف ان احنا اه والمباراة صعبة ليه نيجيريا واول مباراة وانت خارج منكاس عرب فيه رتوبة فيه مشكلة فلازم يبقى فيه حذر لازم فيه مش بولا راح يدافع ولكن المنطقة دي نعملها كويس جدا والمنطقة اللي قدام بقى لو اشتغلنا كويس اما محمد صلاح معزيزه او او مصطفى محمد او عبدالله السعيد لا عندهم مشاكل دفاعية وممكن نحقق الفوزة نعم كمتب حمزة الجمل دايما بتشرفني وبتنورني وبتفدني جدا انا مشكرك شكرا جزيلا انا باستفد منا من اللحظات السعيدة اللي انا بقى معاك فيها ده شرف لا يجي اللي انت بتديني المساحة اللي انا اتكلم لا اشكرك يا فاند انا شرف كبيرين ان احنا نتعلم لحضرتك اشكرك لسا مكملين مع حضرتكم حلقتنا النهاردة من رقم 10 بعد الفاصل نستقبل الكابتن الكبير كابتن مصطفى ابراهيم خليكم معا